السلام عليكم والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله اهلا بكم طلاب الصف الاول السنة ومحل تدريبات على المسنة وما يلحق به من كتابنا كتاب بالاضواع بانك الاسنة واحد الصلاة والزكاة كلتا هما ركن من اركان الاسلام تحت وخط مرفوع وعلامة رفعه طبعا هنا الصلاة مبتدأ الزكاة اسم معطوف مرفوع وهنا طبعا هنقول كلتا هما ركن طبعا هنا طالما جاب لي كلمة بعد كلتا هما ركن جبهالي مفرد يبقى كلتا هما هتكون مبتدأ مرفوع على مترفعه الالف لانه ملحق بالمسنة يبقى احنا خدنا رقم جي ملحق بالمسنة يبقى اعرابه مرفوع بالالف يبقى ببر الوالدين كليهما ما تحت وخط مجره على متجره طبعا هنا كليهما ده توكيد معنوي مجرور وعلى متجره الالياء يبقى احنا بناخد بناخد رقم با مجرور وعلى متجره الالياء لانه ملحق بالمسنة تلاتة اثنان لا يشبعان طالب عنم وطالب مان ما تحت وخط مرفوع على مترفعه طبعا اثنان مبتدأ مرفوع على مترفعه الالف لانه ملحق بالمسنة يبقى احنا خدنا رقم الف اربع اشترك في الرحلة اثنى عشرة طالبا ما تحت وخط يعرب طبعا اعراب اثنى عشر واثنتا عشر نعرب الجزء الاولاني اعراب الملحق والمسنة وعشرة او عشرة عن قول عليه كده هو عدد مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب يبقى اثنى اعرابها طبعا فاعل مرفوع علامة رفع الالف لانه مسنه فاعل مرفوع علامة رفع الالف لانه ملحق بالمسنة يبقى احنا اخذنا رقم جيم فاعلا رقم اربعة رقم خمسة تأخذ كلا وكلتا اعراب المسنة مطلقا ولا اذا اتصل بهم ضمير ولا اذا وليهما اسم ظاهر ولا اذا خلت من الضمير طبعا تأخذ كلا وكلتا اعراب المسنة اذا اتصل بهم ضمير ولها ثلاث اعرابات حسب حسب موقعها في الجملة اقول حضراء كلاهما فاعل مرفوع علامة رفع الالف لانه ملحق بالمسنة اما تعرب مبتدى ثاني ودي في حالة ان ما يجي بعدها اسم مفرد يعني المعلمان كلاهما اقول مجتهد في الحالة كلاهما تعرب مبتدى ثاني مرفوع علامة رفع الالف لانه ملحق بالمسنة الحالة الثالثة اذا جي بعدها مسنة اقول المعلمان كلاهما مجتهدان فاكلاهما تعرب توكيد اذا كده ثلاثة اعرابات حال اتصلها بضمير اما اذا لم يتصل بها ضمير فتعرب اعراب الاسم المفرد بحركات مقدرة اقول كلا الطالبين مجتهد كلا مبتدى مرفوع علامة رفع الالف لانه كلا اقول اما اقول كلا الطالبين مجتهد كلا مبتدى مرفوع علامة رفع الضم المقدرة لانه اسم مقصور يقول ان كلتا الجنتين مثمرتان صوا بالخطأ طبعا هنا ان كلا وكلتا اذا اضيفت الى ضمير او لم كلا وكلتا اذا اضيفت الى اسم ظاهر ولم تضف الى ضمير فهي تعرف حسب موقعها في الجملة ولا يتأثر شكلها في الجملة يقول ان كلتا الجنتين مثمرتان طبعا كلتا هتكون اسم ان منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة الجنتين مضاف اليه مجرور علامة جره الياء مثمرتان خبر ان مرفوع علامة رفع الالف لانه مسن الحارساني كلا هما يقض شاهدت كلا الحارسين ما تحت وخط على الترتيب الحارساني مبتدى مرفوع علامة رفع الالف لانه مسن كلا هما اتى بعدها مفرد يبا كلا هما كلا مبتدى ثاني مرفوع علامة رفع الالف لانه ملحق بالمسن وهما ضمير متصل مبنى في محل جره المضاف اليه ويقض خبر المبتدى الثاني مرفوع علامة رفع الضم والجملة من المبتدى الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدى الاول يبا هنا كلا هما هنا اغربت يعني ملحق بيه المسنه هنبعد رقم جيم ونبعد دال اللي هي بدأ باسم مقصور لبان عندي قالب كلا هما ملحق بالمسنه وباء الاولى ملحق بالمسنه والثانية اسم مقصور تعال نكمل الجملة الثانية شاهدته شاهدة في الماضي مبنى عن السكون لاتصال بتاع الفاعل والتاع ضمير متصل مبنى في محل رفع فاعل كلا هنا لم تتصل بضمير واضيفة الى اسم ظاهر فتارب اعراب الاسم المفرد بحركات مقدرة فهنا طبعا كلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة لانه اسم مقصور الحارسيني مضاف اليه يبا انا مناخد رقم باء يبا سبع خدنا رقم باء رقم تمانية الكاره والحقود كلاهما عدوان اعراب كلمة كلاهما طبعا هنا عدواني اتت مسنه يبا الكاره والحقود عدوان جاز حسب كلاهما ومتصل بها ضمير فتعرب توكيد معناه مرفوع علامة رفع الالف لانه ملحق بالمسنه يبا تمانية خدنا رقم جيم تمانية خدنا جيم تسعة حضرت طالبتان اثنتان كلمة اثنتان طبعا طالبتان فعل مرفوع علامة رفع الالف لانه مسنه اثنتان نعت مرفوع نعت مرفوع وعلامة رفعه الالف لانه ملحق بالمسنه يبا تسعة خدنا رقم دان كلا الشابين مدرك قيمة النجاح اجعل الاسم المقسور ملحقا بالمسنه وغير ما يلزم على طول ناخد المضاف اليه نبدأ به الجملة يكون مرفوع يبا الشاب باني وبعدين عايزين التوكيد كلاهما ما ينفعش بقى نقول مدرك لازم نقول مدركان قيمة النجاح في هذه الحالة يجوز كلاه اتصل بضمير يجوز حسفاهم العبارة وعندنا مؤكد يبا على طول كلاهما هتقرب توقيد معناه مرفوع علامة رفع الالف لانه ملحق بالمسنه حداشر كلتا عينيك ارتقى نظرهما لجعل كلتا توقيدا تصبح الجملة طبعا عينيك مضاف اليه مجرور علامة جره الالياء لانه مسنه وحسفة النون للاضافة عند جعلها مبتدأ هتكون مرفوع اقول عيناك ما ينفعش عينيك ما ينفعش طبا هنا كده ايه يبا بعدنا الف يبا عيناك ما طبعا عايزينها توكيد يبا كلتا هما ارتقى نظرهما كلتا هما ارتقى نظرهما حداشر خدنا كده رقم باء كلتا هما ارتقى نظرهما يبا احنا خدنا رقم باء اشار اتناشر قال تعالى فانفجرت منه اثنت عشرة عين كلمة اثنتا طبعا كلمة اثنتا ده هتكون فاعل مرفوع وعلامة رفع الالف لانه ملحق بالمسنة يبا اتناشر خدنا رقم باء السلام اصبح مسئولية المفكر والسياسي اكمل بتوكيد مناسب طبعا هنا المفكر مضاف اليه والسياسي اسم معطوف مجرور اقول كليهما كليهما يبا كليهما توكيد معنوي مجرور علامة جرليا لانه ملحق بالمسنة اربعة عشر ان كلا الامرين يسير الجملة الثانية ان كلا مرهون بعمله اعراب ما تحته قط على الترتيب طبعا كلا اسم ان منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة لان طبعا لم يتصل بها ضمير واسندت الى اسم ظاهر فهي تعرب اعراب الاسم المفرد بحركات مقدرة فهي اسم منصوب يبا احنا على طول من بعد بالفتحة يبا احنا بعد اسم ان منصوب بالالف ومن بعد منصوب بالفتحة الظاهرة تفضل عندي الف ويتفضل عندي دال هنا عندي اسم منصوب بالفتحة المقدرة بعد كده ان كلا طبعا هنا كلا بمعنى هي كل ونونت فمنصوب بالفتحة الظاهرة يبا احنا اخذ رقم دال 14 خدنا رقم دال اسم ان منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة اللي هي ان كلا الامرين ان كلا مرهون بعمله يبا هنا حنقول اسم ان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة 15 ان اسنى عشرة طالبة حصلوا على الدرجة الاعلى الجملة خطأ وصوابها طبعا هنا ان طالما طالبة هنجيب اسنتى او اسنتى عشرة او اسنتى عشرة على حسب الاعراب وبما ان هي بعد وقعت اسم ان يبا انا هنقول اسنتى عشرة طالبة يبا احنا هنبعد اسنتى اللي هي رقم جيم وانبعد اسنتى ان اسنتى اللي هي رقم با يتفضل عندي الف يتفضل عندي دال ان اسنتى عشرة طالبة طبعا اسنتى اسم ان منصوب علامة نصب الفتحة وحزفة النون للاضافة اه طبعا لانه ملحق بالمسنى هنا طبعا اه اه حصلنا وهنا طبعا نقول الدرجة طبعا المسنى مؤنس الاعلى مؤنس الاعلى العليا يبا انا اختار رقم دان ان اسنتى عشرة طالبة حصلنا على الدرجة العليا اه يبا كده خمستاشر خدنا رقم دان ستاشر قال تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم من موت حين الوصية اثنان زوى عدل منكم او اخران من غيركم من يزنع كلمتين اثنان وزوى طبعا اثنان هنا هتكون اثنان ملحق بالمسنى يبا انا هنبعد مسنى ونبعد مسنى وطبعا زواء هنا زواء يبا هنا على طول هتكون هتكون ايه هتكون مسنى يبا احنا بناخد رقم با بناخد رقم با ستاشر خدنا رقم با تر ان المعلمة والطبيب كليهما لا ينصحان اذا هما لم يكرم كليهما اعربها طبعا المعلم اسم انه منصوب علامة نصب الفتحة والطبيب اسم عطوف منصوب علامة نصب الفتحة وطبعا هنا جاي بعدها الفعل مسند لالف الاسنين فهي كليهما توكيد معنوي منصوب وعلامة نصب الياء توكيد معنوي منصوب علامة نصب الياء يبا 17 خدنا رقم جي تتأكو لها ولم تظل منه شيئا كلمة كيلتاء طبعا كيلتاء هتكون مبتدع مرفوع علامة رفع الضم المقدرة لانه اسم مقصور يبا نبناخد 18 خدنا رقم با مبتدع مرفوع علامة رفع الضم المقدرة لانه اسم مقصور 19 الوطنيان كلاهما حريص على عمل بعد ادخال ان تكون الجملة طبعا كلاهما هنا مبتدع ثاني مبتدع ثاني حريص خبر والجملة الاسمية من المبتدع الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدع الاول ان ادخل ان على الجملة اقول ان الوطنيين هنجيبها طبعا اسم ان منصوب علامة نصب الياء يبقى احنا منبعد الف ومنبعد جيم اتفضل عندي با اتفضل عندي دال وبعدين احنا على وضع الجملة كده زي ما يبقى كلاهما حريص طبعا هنا منفعش نقول ان الوطنيين حريص لكن لو قلت ان الوطنيين كلاهما حريصان ممكن تمشي معايا حريصان يبقى هتمشي ايه تمشي معايا يبقى ناخد رقم دال لان طبعا منفيش نتغيير بالنسبة ليه الاسم بعد ايه بعد كلاهما بالساعتاشر خدنا رقم دال عشرين تطورت المدن الا مدينتيني نوع كلمة مدينتين وعلامة عربها طبعا هنا الجملة تام مثبت يبقى مدينتيني مستسنى بإلا منصوب علامة نصب الياء لانه مسنى يبقى هناخد هناخد رقم دال عشرين خدنا رقم دال آآ مسنى ومستسنى منصوب علامة نصبه الايه مستسنى منصوب علامة نصبه الياء الفتاة تاني كلتا هما سعيدتان اجعل ما تحته خط معربا بعلامة مقدرة طبعا هنا كلتا هما توكيد معناه مرفوع علامة رفو الالف لانه ملحق بالمسنى آآ عايزيني خليه آآ معرب بعلامة مقدرة يبقى نعقول كلتا الفتاتين آآ سعيدتان آآ يبقى احنا كده ايه خلانا كلتا مبتدأ مرفوع علامة رفو ال ضم المقدرة لانه اسم مقصور اتنين وعشرين الوالدان كلاهما يقافوا على ابنائه كلمة كلاهما مرفوعة وعلامة رفعها طبعا هنا الالف لانها ملحق بالمسنى طبعا مبتدأ ثاني يبقى اتنين وعشرين خدنا رقم آآ اتنين وعشرين خدنا رقم باق اتنين وعشرين صفحة مية تلاتة وستين كلتا طبيبتين مخلصتان اعراب كلتا مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة آآ يبقى احنا كده بناخد رقم رقم ايه رقم باق مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة آآ اربعة وعشرين كلتا المعلمتين متعاونتان عند جعل المضاف توكيدا تصير الجملة طبعا المضاف المعلمتين دا مضاف عن جبه في الاول يبقى المعلمتان يبقى احنا من بعد رقم انف جيب للتلاتة المعلمتان وبما ان المعلمتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الآآ الالف يبقى اقول كلتا هما وبعدين بعدها مسنة مرفوع عشان هيكون خبر يبقى امبعت كلتا هما وانبعت كلتا هما متعاونتين يبقى احنا بناخد رقم باق المعلمتان كلتا هما متعاونتان يبقى خدنا رقم باق 25 الصانع والتاجر كلاهما مجتهد كلمة كلاهما طبعا هنا كلاهما طبعا جاي بعدها مفرد فهي هتعرب مبتدى ثاني مرفوع على مترفع الألف لأنه ملحق بالمسنة فهي طبعا اسم مقصور طبعا مش هتينفع تكون اسم مقصور الاسم كلاهما كلاهما تكون اسماء مقصورة إذا لم تتصل بضمير وبالتالي لو اسم مقصور يبقى العلامة بتاعتها علامة أصلية وطبعا هنا العلامة علامة فرعية مسن مؤنس طبعا لا يبقى علامة علامة فرعية لأنها لأنها كده هوت رفعت بالألف والألف علامة فرعية نيابة عن الضمة يبقى خدنه رقم باء 20 قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا الجنتين طبعا الاسم بعد كلا وكلتا سواء اسم ظاهر أو ضمير يعرب مضاف إليه يبقى مضاف إليه الجنتين مضاف إليه مجلو علامة جره الياء لأنه طبعا مسن يبقى 26 خدنا رقم جيم 27 الأخلاق تمنع كلا المتنافسين العداوة بعد تحويل كلا إلى اسم معرب علامة فرعية تكون الجملة طبعا هنا طبعا جبا غير متصل بضمير يبقى الأخلاق تمنع المتنافسين المتنافسين الأخلاق تمنع المتنافسين طبعا هنا المتنافسين مفعول بهم منصوب علامة نصب الياء لأنه مسنه أقول كليهما يبقى توكيد معنوي منصوب علامة نصب الياء لأنه ملحق بالمسنة يبقى منذ عودة لبلادي طبعا ده مسنه اللي هي سنتان الصبيبتان كلتا هما أجادة عملهما طبعا كده ده ملحق بالمسنة رغم أننا عربناها مبتدأ ما فيش مشكلة كده الصدق والإخلاص كلاهما أساس النجاح طبعا برضو ده ملحق بالمسنة نال إبناء جائزتين إسنتين طبعا إسنتين ملحق بالمسنة إبقى الجملة التي لا تشتمل على ملحق بالمسنة هي رقم ألف طبعا لأنها مسنة تسعة عشرين قال الشاعر إن للخير وللشر مدى وكل ذلك وجه وقبل طبعا هنا عندي مدى اسم إنه مؤخر منصوب علامة نصب الفتحة المقدرة وكل مرفوع بالضمة المقدرة إبقى تسعة عشرين خدنا رقم جيم تلاتين الأرضان كلتا هما مخضرتان الجملة الثانية الأرضان كلتا هما مخضرة ميز مال إعراب كلتا في الجملة السابقتين على الترتيب الأرضان كلتا هما مخضرتان بعد حسف كلتا هما تكون الأرضان مخضرتان فهنا مخضرتان خبر مرفوع علامة وهنا كلتا هما توكيد معناه مرفوع علامة رفوع الألف لأنه مسن وهم ضمير متصل مبد في حال جر المضاف إليه إنه طبعا توفر المؤكد توفر فيها التالت شروط المؤكد إن هي اتصلت بضمير جز حسفها من العبارة يبا أنا هنأخذ هنباعد جيم ونباعد با يتفضل عندي ألف توكيد ودلك لهم توكيد بعد كده في المثال الثاني الأرضان مبتدأ مرفوع علامة رفوع الألف كلتا هما ما نفعش نقول الأرضان مخضرة فكلتا هما مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفوع الألف لأنه ملحق بالمسن وهم ضمير متصل نابن في محل الجر المضاف إليه يبا احنا بنأخذ رقم ألف 30 خدنا أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك وكل ما أرجوه منك تعليق إيجابي شارك الفيديو مع زملائك إعجاب تقديرا للمجهود الذي يبذل من أجلك أتمنى لكم التوفير وإن شاء الله مستمرين مع بعض في رحلتنا في الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي إن شاء الله كل عام أنتم بخير